موسيقى مجموعة كتيرة جدا من الأحداث اللي بتحصل للمتتالية وربعة يعني مش هنتكلم على فكرة أو فكرة إنه فيه مؤامرة فيه مؤامرة فيه ناس عايزة تهدم هذا الوطن فيه ناس عايزة تهدم هذا الوطن للأسف من الداخل ومن الخارج ما حدث مع الحقيقة بطل من أبطال مصر وهو شهيد عادل رجائي مبارح يعني هذا المشهد وما حدث لهذا الرجل أو هذا البطل الشهيد يعني يدل دلالات كتيرة أو كبيرة أو ما نشاهده على السوشيال ميديا وعلى مواقع تواصل الاجتماعي كلها من يعني دعوات لهدم مصر من نوع من أنواع بس الضغينة والحقد تجاه رجال قواتنا المسلحة الشرفاء كل الكلام ده كله بيزيد الشعب المصري صلابة وبيزيد الشعب المصري أنه هو هيوقف أو هيوقف هذا الإرهاب الأسود بإذن الله ومرت مراحل كتير على مصر والحمد لله مصر بتتعافى وبتقوم أقوى من الأول رحم الله الشهيد رحم الله كل شهدائنا اللي بنقدم لهم التحية والتقدير وأن عمرنا أبدا ما هننساهم ولا المصريين أبدا ينسوا شهدائهم طبعا مصر جميلة ده عنوان برنامجنا وده الحياة مضمون الحياة في مصر مصر جميلة بأبنائها ومصر جميلة تجسدت أمبارح في عزاء الشهيد عاد الرجائي العزاء الرسمي حيكون النهاردة في مسجد المشير لكن بالأمس توفدت ناس ما تعرفش السيدة ساميه زين العبدين اللي هي زوجة الشهيد ما كانش تعرفها مشهد رائع أمبارح تجلى بالمصادفة على الهواء مباشرة في إحدى القنوات الفضائية لما دخلت والدة ماركو أحد العساكر اللي موجودين في منطقة البحر الأحمر ما تعرفش الشهيد لكل اللي تعرفه أن ماركو كلم مامته من المكان اللي هو موجود فيه وقال لها الشهيد توفى عاد الرجائي روحي لولدته وقل لها أن أنا عاوز صورة منه أكبرها وحطها في البلكونة هي دي مصر بكل بساطة مهما بقى عادنا نتصفصت ومهما عادنا نقول مصر والمسيحين والمسلمين وحي الهلال مع الصليب دي شعارات لكن الحقيقة أنها على الأرض الواقع فعيلة ومتفعيلة دايما في الحياة المصرية هتفضل مصر كده هي دي مصر الجميلة مصر الجميلة بكل الناس اللي فيها مش مهمة أنت جنسيتك إيه يعني أغطرك إيه ولا جنسيتك إيه أنت إنسان في البداية داخل الإنسان ده وطنيا اللي هي مصري بغض النظر عن ديانتو بقى والله كان مسلم كان مسيحي كان أي مذهب من المذاهب المهم أننا كلنا إخوات في الإنسانية وإخوات في حب هذا البلد وإخوات في حب مصر وبالتالي مصر تجسدت في هذا العزاء مبارح وكانت رسالة غاية في البلاغة من غير ما حد يتدخل ومن غير ما أي حد إعلامي كبير يعد يتكلم عنها ولا خبير استراتيجي حللها اللي قدمها أم لمجند وزوجة لشهيد رحم الله الشهيد عاد الرجائي ورحم كمان الشهيد محمد الحسيني رئيس مركز قسم أبو صوير اللي هو كان بيواجه الموت أثناء تفقده للناس اللي هربت من سجن المستقبل وكان بيواجه الفساد بعض المفسدين ربما دخلوا أسلاحة إلى السجن ودفع هو حياته تمن أنه يؤدي واجبه وأنه يعيد الناس للسجن هي دي مصر مصر برجال الشرطة مصر بجال الجيش مصر بالمهندسين والأطباء والعلماء في كل مكان اللي بيبذله جهد علشان مصر تفضل جميلة ومصر هتفضل جميلة غصبا عن عين أي حد لأن احنا كمصريين صممنا أنها تفضل جميلة بقلبنا وبروحنا صباح جميل يا رب ان شاء الله عليك النهاردة عندنا مجموعة من الفقرات وبنتكلم دايما عن الأمل والتفاؤل وبنتكلم عن تطلعاتنا كمصريين نحنا نخوض التكنولوجيا الجديدة والمتقدمة النهاردة بنتكلم زي ما يمكن في البداية كان عندنا مشاكل في الطاقة أمور كتير جدا نفسنا أن هي تكون مستقرة في بلدنا عشان نقدر نعمل عمليات تنمية اللي احنا بنتمنيها بنتكلم على الطاقة المتجددة اللي من حضراتكم ما يعرفش أنه مصر من أول الدول على مستوى العالم تقريبا سنة 1911 كان عندنا أول استخدام للطاقة الشمسية بنتكلم على الطاقات المتجددة الحديثة بنتكلم على هنواكب العالم في هذه الطاقات إمتى هل بنخود هذه التجربة في هذا التوقيت معنومات كتير عن هذا الموضوع هنتكلم بشكل متخصص قوي مع ضفنا اللي مشرفنا النهاردة بإذن الله وهو المهندس عاطف عثمان الخبير الدولي للطاقة وعضو غرفة الصناعات الهندسية هنسمى حلول جديدة مختلفة هنشوف مصر فين من استخداماتها للطاقة الجديدة والمتجددة اللي العالم كله ابتدى يروح لها في هذه الأول مصر لها أيام مشرقة في التاريخ وغدا يوم مشرق في تاريخ يعني المقاومة الشعبية المصرية والعسكرية المصرية 24 أكتوبر عيد محافظة السويس وعيد محافظة السويس ليست عيدا للسويس فقط لأن الرئيس الراحل السادات قال أنه في 24 أكتوبر 1973 كانت السويس لا تدافع عن نفسها فقط ولكنها كانت تدافع عن مصر كلها تجلت أجمل آيات الإيثار وأجمل آيات المقاومة الشعبية وأجمل آيات التحام الشعب بالجيش في هذه المعركة بعد حدوث صغر وبعد ما حصرت مدينة السويس أكتر من مئة يوم بتكلموا النهاردة عن نقص مواد تموينية عن نقص السكر أو الزيت السويس عاشت من غير لسكر ولا زيت ولا مواد تموينية ولا خبز لمدة مئة يوم ما كانتش لقيا نقطة مية لمدة مئة يوم لكنها صمدت وكانت بتدي المية الموجودة للجنود عشان يقدروا يحاربوا وهي كانت عطشانة عن السويس وعن هذه الملحمة حدوث النهاردة حدثنا مع الأستاذ محمد المصري عضو مجلس النواب عن محافظة السويس عن هذا العيد المشرف لمصريين كله آخر فقرة وهذه الفقرة هي موجودة في مصر جميلة لأنه عرفانا مننا بجميل الفن والفنانين وإنه إحنا لا يمكن أبدا أن إحنا ننسى فضلهم وتأثرهم على كافة أنحاء أفريقيا والوطن العربي كله قد كده كانت قوتنا النعمة بأيادي فنانين ليهم لمسة سحرية في الحياة اللي إحنا عيشناها ما زالوا عايشين معانا رغم رحلهم النهاردة هنتكلم عن فنان الحقيقة يعني له دور كبير جدا وفنان كتير مننا ممكن ما يكونش عارف اسمه لكن بمعظم أدواره مجملها هم يقدرش أبدا لأنه كان بيبقى مؤثر قوي في المشاهد السينمائية السينمائية اللي بيقديها هو الفنان علي الشريف اللي قام بدور دياب في فيلم الأرض وده كان سنة 1970 وهنتكلم عن هذا الفنان بشكل مستفيد مع ابنه الأستاذ حسن علي الشريف هيكون ضيفنا إن شاء الله وهنعرف كتير عن حياة هذا الفنان اللي مش ممكن أبدا تنسى لما بتشوفه في مجمل أدواره وغالبا الدور اللي كان أهم والأشهر كان في بداية حياته وهو دور دياب في فيلم الأرض زي ما قلت لحضراتكم كده مجموعة فقراتنا إن شاء الله اللي احنا هنقدمها لحضراتكم نتمنى إن شاء الله نهاية تحوز على أعجابكم وعندنا يعني تواصل كبير جدا مع ضيفنا ومع حضراتكم بإذن الله بعد الفاصل هنلتقي وفقرتنا الأولى اشتركوا في القناة